حياكم الله والله يتقبل عمالكم إن شاء الله وشهر رمضان مبارك عليكم جميعا إن شاء الله مثل ما استعدينا ماديا تعالوا خلي نستعد معنويا شلون نستعد معنويا؟ أكو ست شروط قايلهن الإمام الباقر عليه السلام حتى إذا خلص شهر رمضان نطلع من ذنوبنا مثل ما أول يوم ولدتنا أمهاتنا شلون؟ خلي نسمح نسوه الإمام الباقر عليه السلام يقول يا جابر من دخل عليه شهر رمضان احسبوا ياه فصام نهاره وقام وردا من ليله بالنهار صايم بالليل يقوم شوي بعض الصلوات المستحبات والأعمال المستحبة زي وحفظ فرجه نساء ورجال ولسانه هذا النسارا أربعة وغض بصره وكف أذاه صارا خمسة وكف أذاه صارا ستة عفوا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه إذا هذن ستة سويته يعني معبالك أنت صايم شهر رمضان بس جوع وعطش وبالنتيجة أنت كل شي تسوي عندك عادي بس المهم أنت صايم لا لا ذن كلهم تسويهن اللي قلنا هرجع الفيديو اسمحين حتى لا يصير طويل الفيديو قال قلت له جعلت في ذاك جابر يسأل الإمام عليه السلام جعلت في ذاك ما أحسن هذا الله يقول قلت له ما أحسن هذا من حديث شون حديث علو يعني تعجب من عنده ما أحسن هذا من حديث قال ما أشد هذا من شرط أنت تشوفه حديث حلو بس شروطه صعبات ما أشد هذا من شرط أنت تنتبه للشروط المحطوطة كون مثل ما أنا أحب الأحاديث بنفس الوقت أحب أن أطبق الأحاديث والله يتقبل من الجميع إن شاء الله الكلام من كتاب ثواب العمال وعقاب العمال صفحة 88 فضل شهر رمضان وثواب صيامه الرواية رقمها واحد ودمتم بخير وفي أمان الله